اشتركوا في القناة بس مسلا مدفون بمسافة صغيرة مسافة صغيرة زي دي لو حصل دلوقتي وسيخ ده اتشد البر طيق منطقة ايه اللي هين على السيخ ده ان هو ما حصلوش ان هو ما تزحلقش ويسيب الخرصانة ليخرج هتلاقي ساعتها ان الخرصانة مسك الحديد بنسميه عندنا فيه حاجة اسمها قوة تماسك بين الحديد والخرصانة قوة التماسك دي اللي بنسميه بالانجلش فيه بين الخرصانة والحديد والبوند ده اخد بالك بيكاو من حاجتين التساق اللي هو والفريكشن اللي هو الاحتكاك احتاج بين خرصانة والحديد خرصانة لزقة في الحقيقة في ناس لوقت لو السيخ ده عايز يتحرك حيبتدي يحصل احتكاك يمنعه يتحرك طيب مبدئيا كده لو حصل وحنا دلوقتي السيخ ده كنا دفنينه مسافة صغيرة جوه الخرصانة مش ممكن لو شدناه جامد شوية السيخ ده يحصل له ويفلت برة الخرصانة طيب ايه المقصود بقى بالطول اللي هو اللي دي عندنا ده اقل مسافة اقل مسافة ندفن بيها السيخ جوه الخرصانة حيث ان لو حصل مهما نشدنا السيخ ده مهما نشدناها ساعة تبقى في عندنا قوة تماثق كفاية نيتمنع السيخ ده انه يفلت برة الخرصانة ان شاء الله سيخ ده يتقطع لكن المهم ما يفلتش برة الخرصانة يبقى التاني اللي دي مقصود بيه ازا ما تفقنا اقل طول ندفن بيه سيخ جوه الخرصانة حيث ان هو مهما نشدنا السيخ ده واته فانا ندمنهم هم حصلوه سليبتش وما يفلتش برة الخرصانة طب عشان نحسب اللي دي ده نعمل ايه لازم الاول نبقى عارفين تعريف معين كده حاجة مسميه عندنا بوند سترانس بوند سترانس ده اللي هو بنكتبه عندنا اف بي يو طب من اف ده اللي هو مقصود بيه سترس والبي ده اللي هو بتاع البوند واليو ده كالعاعدة نحنشغلين في اني حالة طب الاف بي يو ده مقصود بيه ده الاسترس اللي بيعبر عن قوت التماسك بين الخرصانة والحديد بيساوي في جزر على جاما سي فهي ده اخو بقى لك ان الميل بيأثر عندنا في قوت التماسك الاف سيو كل ما تتغير طبعا يواضح ان البوند اللي هي قوت التماسك يحصلها ايه تزيد وكالعادة الطبعا طبعا هي خرصانة اللي هو عادت من الاخدها في حدود كام وون بوينت فايف والوحدات هنا طيب ده ما بقي انت فانا اللي بسميه بوند سترانس بيعبر لي عن قوت التماسك بين الخرصانة والحديد واحنا عايزين نحسب فاكينا قلنا مقصوب بي ايه? اوكي قلنا مقصوب بي عندنا اقل سيخ اتفان ايه او سوري اقل طول نتفن بي سيخ جوة الخرصانة بحيس ان احنا مهما نشدنا السيخ ده نضمن ان هو عمره ما ايه ما يفل ببارة خرصانة طيب لو حصل دلوقتي واحنا عايزين نحسب ال ال دي طيب هنشد عندنا السيخ ده باكبر قيمة ممكنة. اوكي زي هانتوك ساعات عندنا قوة التماسك الناحية التانية ولا لا? طيب تقدر لاحسب ال ال دي اللي هو اقل طول بحيس ان مهما نشدت باكبر قيمة ممكنة سيخ ده مفلتش بارة خرصانة. لازم ساعتها طبعا تسوي ايه? الانترنال فورس? اللي هنشد بها. بتسوي الانترنال فورس اللي هي الفورس بتاعت قوة التماسك. اللي هي طب انا بنسميه بوند فورس. طيب اي فورس دونها بتسوي في اريا? طب الاريا اللي هي مساحة السيخ الواحد. طب ايه اكبر من الاخر كده نقدر نشد بي سيخ دوت اللي هو على الجماس. كنا قلنا انا احنا شغالين بالالتماس. طب ده ما فورس يسوي عندنا الانترنال فورس اللي هي ايه? في اريا البوند. طب قلنا اسمه ايه? لكن اريا البوند مقصود بها ايه خب بالك? مساحة التلامس بين الخرصانة والحديد. الخرصانة لمسة الحديد في مساحة قد ايه? واضح طبعا كده لما نجي نفكر لما نحب نحسب مساحة التلامس تتحسب ازاي? هنجيب ساعتها المحيط بتاع السيخ دوت. المحيط نفسه. لو ضربناه عندنا في الطول اللي هو ده كده جيب لنا مساحة التلامس ولا لأ. ففي الحالة دي اخذ بالك المحيط اللي هو يبقى بكام? اتنين باي ار اللي هو يبقى باي في في. طيب هتضرر في الطول بتاعنا اللي احنا زينا نحسبه اللي هو كام? طيب ال اي اس مش جي مقصود بها مساحة السيخ اللي احنا عاطينه اللي هو مرفودي يبقى بكام باي في فاي سكوير على اربعة. لما تضرب في السرس اللي هو الف فيلد على الجامة اس مفودي تسوي ايه زي ما قلنا في الاريا بتاعت البوند. طيب ال باي هنا هتطير مع ال باي هنا. والفاي دي هتطير مع ال سكوير ده. فهيبقى في الاخر القانون عندنا في على اربعة في فيلد على الجامة اس بتسوي ايه? اف بيو في ال ال دي. لو انا خدت ال اف بيو الناحية التانية هتبقى موجودة ساعة تلت تحت. يبقى مفودي ال ال دي عندنا تسوي ايه? وطبعا ايه الفاي ده? اللي هو قطر السيخ بالملي مضروف على الجامة اس مقسوم على ايه? اربعة اف بيو. فلما نحب نفكر كده ايه اللي بيقصر عندنا على طول التماسك? تلات حاجات. اول حاجة الفاي اللي هو قطر السيخ بالملي. طيب طبعا اللي هو نوع الحديد. اوكي? طيب تلات حاجة زي ما انتبقى انا الف بيو. فاكر ايه اللي بيقصر على الف بيو? اللي هيك النوع الخرصانة. يبقى نوع الحديد ونوع الخرصانة والفاي عندنا هم دول بيقصروا على ايه عندنا زي ما اتفقنا طول التماسك اللي هو اسمه ال دي. بس بصراحة المعادلة دي نقصة تلاتة ما خدناهمش معنا في الحاسبات واحنا بنقول ايه هما? تلاتة كده بنسميهم الفا وبيتا وييتا. دول لازم يدربوا في في دي على جامعة اس على اربعة اف بيو. طيب عبارة عن ايه? بيعبارة عن ايه? اول حاجة الالف عندنا عبارة عن فاكتور لعلاقة بنهاية شكل السيخ. السيخ ده في الاخر ولا في جنش? طيب لو بناخد الالفة بواحد. طيب لو السيخ ده اتنفس في جنش. ايه اللي يحصل لقوة التماسك? قوة التماسك تزيد? يبقى ساعتها هنحتاج اللي دي اكبر ولا اصغر? ساعة طبعا هنحتاج اللي دي ازهر. فساعتها بيتخد عندنا بوينت سيفن فايف. يبقى حسب شكل السيخ ده فانا الالفة هي واحد يا بوينت سيفن فايف. طيب خلينا في الطبيعي. الطبيعي عندنا في التنفيز الاسياخ المشارشرة العادية دي. вет سابستريت ولا تحط فيه الجنش. فاكن انا في التنفيز بتسابستريت. فطبيعيا احنا بناخد الالفة عندنا بواحد. طيب تاني فاكتور عندنا اللي هو اسمه بيتا. بيتا ده ليه علاقة بسطح السيخ. السيخ ده سموز ولا فيه نتوءات? طيب السيخ ال perfection سناخد البتة عندنا بواحد. طيب لو السيخ فيه نتوءات ايه اللي يحصل لقوة التماسك. قد التماسك تزيد. يبس ساعة هنحتاج اللي دي اكبر ولا اصغر. برضو هنحتاج اللي دي اصغر. فبردو ساعتها بناخد البيتا بكام. طب هو الطبيعي في التنفيذ اللي سياخت التسليح الرئيسي بتبقى سموز ولا فيها نتوقات. الطبيعي فيها نتوقات. فطب هنا هناخد البيتا بتاعتنا بكام برضو. طيب تالت فاكتور اللي هو بنسميه ايتا. الايتا ده عبارة عن ايه? حاجة بنسميه عندنا اللي هو معامل الدمك. طيب ده عشان نفهمه وبعدين نحفظه. فكر لو انت عندك مسلا نشد خشب بتاعة كاميرا. واحنا عايزين نصب فيها الخرصانة. طب احنا صبنا اول شوية خرصانة الاول. طب لما جيت اصب شوية تانين. ايه اللي حصل شوية اللي تحت? هصلهم شوية خرصانة فوق ضغطت عليهم. فلو في اي فرغات بتبطيج تطلع فيحصل دمك كويس للجزء اللي تحت. كل ما نصب الخرصانة فوق يحصل ايه تحت يزيد اكتر. فمتوقع كده كماتيريال مين او تفنى الدمك بتاعها احسن. الخرصانة اللي تصبت تحت ولا اللي تصبت فوق? طبعا اللي تصبت تحت. طيب حاجة تانية يبقى مين هيحتاج ال دي اكبر? طبعا الخرصانة اللي فوق. لان الخرصانة اللي فوق زي ما قلنا بتاعها مش كبير قوي. فبالتالي هي مش هتمسك في الحديد جامد قوي فبالتالي محتاج ال دي اكبر. عشان كده لو بنتكلم على اسياح صفلية يعني مع الخرصانة اللي تحت اللي هي بتاعها كويس. اوكي بناخد بتاعتنا بواحدة. لو اسياح حلوية يعني مع الخرصانة اللي فوق اللي هو بتاعها اقل شوية. بنكبر شوية عشان نزود ال ال اي بناخدها في حدود دون بوين سري. يبقى مفروض دلوقات تفنى القانون ال ال دي اللي هو مفروض ايه? الفا في بيتا في ايتا مضروف كام في الفاي اللي هو قطر السيخ بالميلي في اف في دل على الجامعة اس على اربعة اف بيو. لو جنا تأمنا القانون ده كده هنلاقي ان الالفا غالبا كام بوحدة. والبيتا غالبا بكام بوين سيفن فايف. طب ال اف فيلد عندنا مش غالبا فرنجية تلتمية وستين ربماية للتسليح رئيسي. طب ال احنا عادتا ما نسخدم اف سيو خمسة عشرين او تلاتين او خمسة وتلاتين. فتلاقي ان الارقام دي كلها قريبة من بعضها. فعشان كده لما جوم حاسبوها في الكود اطلعوا في الاخر ضربوا الارقام دي كلها في بعضها. ولو ان الالة دي بتعتمن عندنا على قيمة مين? الفاي بس. ساعتها يبقى مفوض الالة دي هتساوي رقم في الفاي. طيب الرقم ده لحديد تلتمية وستين. اوكي عندنا بيساوي ستين الفاي. اوكي? فاحنا عندنا الالة دي عندنا زيان تساوي كام? ستين الفاي. لكن هتتضرب لسه في كام? في ايتا. كنا قلنا الايتا ده اللي هو بنسميه كومباكشن فاكتور. الكلام ده لو سيخ عليه تنشن. يبقى عشان نضمن ان سيخ اللي عليه تنشن مايفلتش بره الخرصانة على الاقل يدفن جوه الخرصانة مسافة كام? ستين الفاي في ايتا. اوكي? طيب لو الحديد عليه يزيد ايه? ان السيخ ده بيتضغط جوه الخرصانة. طبع عشان ما يخترقش الخرصانة. ساعتها محتاج ايه اللي دي اكبر ولا ازهر من التنشن. طبعا محتاج ازهر من التنشن. لان خبلك عشان يخترق الخرصانة كمان هبقى فيه كمان بتمنعه. اوكي معنا صح هتلاقي السيخ ده كمان في جزء من خرصانة محتاج يكسر الخرصانة عشان يخش جوهها كمان. فعشان كده ال ال دي في اصغر شوية بنحفظ اربعين في ايتا. ده في. طب خليني في التنشن بقى زي ما تفهم ده اللي يهمنا النهاردة. ال ال دي زي ما قلنا ستين الفاي في ايتا وبكامل ايتا في كين قلنا هتبقى بواحد لو حديد سوفلي وهتبقى لو ايه لو حديد علوي. ده اللي يهمنا الوقت يتفنى في ال ال دي ومعناه ال ال دي اخر حاجة زي ما قلنا قلنا كده من الاخر ده اقل طول نتفن بي سيخ جوه الخرصانة بحيث ان هو مهما نتشد نضمن هو ايه عمر ما يفلت برة خرصانة.